نبدأ بخبزات بالزيتون والأعشاب من السماء هي نفس الطريقة الحاجة الوحيدة التي تغيير هي فاش كي نتحن الزيتون مع الزيت العود في بلاس الزيتون ديروا العشاب من السماء هذا هو الفرق فين كاين هذا الخبز يجي قاسح من بره ولكن هشيش من الداخل ماشي بحل الخبز جال نجل ليباتيسخي وديك شي نبدأ بكاس جال عنبا جل الحليب 4 كيسان جال الماء بيضة واحدة معلقة كبيرة جال خميرة الخبز قبصة جال الملح وقبصة جال السكار الآن سنرى على حسب الميلانج وخالط هذه في العجينة وكاس العلبة جال الحليب السائل وربعة كيسان جال الماء وبيضة واحدة معلقة كبيرة جال الخميرة المعجونة جال الخبز وقبيصة جال الملح وقبيصة جال الساندة والطحين اللي غادي كفانة مش نجمع وخمسين جرام جال زبدة دايبة هادي غا نضيف واحدة للخير مدوبة ماشي رطبا يعني مدوبة لا مدوبة غادي نبدأ وغادي نخلطو ثلاثة جال معلقة جال زيت العود مع زيتون أو لا مع الأعشاب المونسيمة زيتون على حسب الكمية كل واحده كيفاش كيفاش غادي 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 نتحنوه نتحنوه بسوأ ميكسار يعني كيوليم تحون حين ي apстро Hack غادي نأخدو زلافة واحدة اخرى غادي نخلطو فيها الماء والحليب والبيضة سوائل والخميرة الخبز سوف نحركهم جيدا سوف نضيف عليهم السكار والملح وبعد سوف نضيف دقيق بشوية بشوية كي لا تكترون بثاف و لا يأتي و لا يأتي السائل وبعد سوف نضيف العجن سوف نضيف عليها و سوف نضيف زبدة العجن لا يجب أن تقليل بثاف سوف تقريبا شوية تقليل من العجنة البريوش لا تلسق في الدين لا تلسق في الدين لا تلسق في الدين سوف نضيفها كبيرة و نضيف عليها نعرف الوصول لنا و نضيف الأشياء التي نريعا سوف نضيف الكويرات سوف نضيفهم في الأطول و نضيفهم من الأفضل و نضيفهم ببيضة مع شوية الملحة سندهنهم من فوق سنضطيهم ونخمرهم سنخمرهم تقريبا نص ساعة أو نص ساعة ونخرجهم سنعود ونضيرهم البيض سندهنهم مجوج المرات ندهنهم مرة الأولى وشوية الملحة ونخمرهم نص ساعة أو لساعة ونحيدهم ونعود ندهنهم فعلا ومن فوق سنزوقهم سواء الجلجلان سواء البافو فرماج محكوك كل واحد يزوق فعلا وندهنهم المكسرات وندخلهم الفران 190 درجة حتى 200 درجة ونقابلهم لا يحتاج طيب يعني على درجة الحرارة 190 ونص ساعة تقريبا حتى 200 ونص ساعة تقريبا وكيف ما قلتنا وانه هذك الكريمة اللي احنا درنا دية الزيت العود مع الزيت البلدية ممكن أننا نعوده الزيتون يعني الزيت الكحل نديروه بالأعشاب منسيمة الزيت العود مع الأعشاب منسيمة وليك شكرا وليك شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة